إلى اليمن حيث شن المسلحون الحوثيون قصفا بصواريخ الكاتيوش على أحياء سكنية في مدينة تعز جنوبي اليمن أصفر عن مقتل أحد عشر شخصا من بينهم أربعة أطفال وإصابة 22 آخرين بجراحة وفق ما أعلنه مصدر عسكري يمني وأعلن المصدر اندلاع معارك الليلة الماضية في معظم الجبهات على أطراف تعز بين قوات المقاومة الشعبية من جهة والحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله الصالح من جهة ثانية وتشهد تعز وضعا صحيا متدورا نتيجة شح الأدوية بسبب الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين وينضم إلينا من صنعاء مرسلنا هناك خليل القاهرية خليل إذن معارك محتدمة في تعز هل لك أن تضعنا في صورة الأوضاع في تعز وباقي المناطق اليمنية وخاصة الوضع الإنساني هناك نعم سارة طبعا يبدو أن تعز حتى الآن تمثل الجبهة الأكثر سخونة واشتعالا بالأحداث والمعارك وخاصة الجبهة الغربية من المدينة جبهة الضباب التي تشهد معارك طاحنة طوال الساعات الماضية وطوال الأيام الماضية حتى هذه اللحظة بين المقاومة الشعبية ومسلحي الحوثي والرئيس السابق وذلك عندما تحاول المقاومة التقدم باتجاه المدخل الغربي للمدينة من هذا الاتجاه مع الإشارة إلى أن هناك العشرات من الضحايا يسقطون بشكل متتابع من الجانبين ولكن أيضا في الجهة الشرقية للمدينة وخاصة أحياء الصين والشماسي وبقية الأحياء وفقا لآخر المعلومات الواردة من تعز فقد أشارت إلى أن هذه الأحياء تعرضت لقصف مدفعي عنيف بصواريخ الكاتيوشا وأيضا قذائف الهون كما أفاد شهود عيان وخاصة في حي صين في جنوب شرق المدينة مما نتج عنه قتل وجرح بيئة العشرات بينهم ثلاثة أطفال تحديدا وأيضا هناك من الجرحة من هو في حالة خطرة وقد نقلوا إلى مستشفيات المدينة أيضا المصادر أشارت إلى أن الأحياء القريبة من مستشفى الثورة وأيضا مبنى مستشفى الثورة تعرض لبعض القذائف من قبل الحوثيين ما نتج عنه عدد من الإصابات وهو ما دعى المنظمات المحلية إلى إطلاق المناشدات للمنظمات الدولية بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع في تعز التي بسؤالك عن الوضع الإنساني والصحي تعيش وضعا إنسانيا صعبا ومأساويا للغاية ربما لم يسبق له أن عاشته منطقة في اليمن حتى هذه اللحظة الوضع الإنساني متدهور للغاية حيث لا ماء للشرب ولا كهرباء ولا أيضا خدمات أساسية لا في المستشفيات ولا أيضا حتى في حالات كثيرة توفر للخفز ومتطلبات الحياة اليومية ولا مياه للشرب وبالتالي هذا الوضع يكاد يكون وضعا استثنائيا تعيشه مدينة تعز أكثر حالا من أي وقت مضى أيضا بالإشارة إلى أن هناك معارك شهدتها منطقة الشماسي في وسط المدينة في تعز وتكاد تكون هذه هي آخر المعلومات المتوفرة حتى هذه الساعة من تعز بالنسبة لبقية المناطق اليمنية يبدو الجو خليل شكرا جزيلا لك على جملة هذه التفاصيل متحدثا إلينا من العاصمة اليمنية صنع صنع ترجمة نانسي قنقر